نروح لنادي مالاتاي سبور طبعاً التركي اللي أعلن النهاردة بشكل رسمي أنه تعاقد مع أولتر بواليا مهاجم النادي الأهلي رسمياً قبل نهاية سوق الانتقالات في تركيا المفترض أنه آخر يوم بكرة دي طبعاً من على الصفحة الرسمية للمالاتاي سبور التركي بيقولوا فيها أنه تم وطبعاً ده أولتر بواليا اللي ظهر على في الصورة وهو بيمضي العقد عارة طبعاً من النادي الأهلي وقال أنه النادي مالاتاي سبور قال أنه احنا اتفقنا مع النادي الأهلي على أنه مهاجمه وولتر بواليا اللي عنده 26 سنة ينتقل على سبيل إعارة لمدة موسم مع وجود طبعاً حق في الشراء وتفعيل عقد الشراء بشكل نهائي بالمناسبة مالاتاي سبور نفكركم بيلعب فيه كريم حافظ وبمناسبة الدولة التركي أقول لكم الخبر اللي قلته لحضراتكم من أيام في السادسة وقلت لكم أنه في طريقه للحدوث النني قريب جداً يعني هو نني فيه رجلة حطت خلاص في جلاتة سراي بنسبة كبيرة جداً جداً قبل بكرة إن شاء الله هيتأكد الخبر وهيتم انتقال النني الأرسنال ما عندوش أي مانع وتم التواصل بين الناديين وأصبح محمد النني فيه حكم المؤكد لعاباً في جلاتة سراي لمدة للموسم القادم على الأقل وطبعاً أنا بشوف إن ده في مصلحة النني يعني أعتقد إنه قضاء النني لوقت أكتر فيه الأرسنال ما أعتقدش إنه هيفيده ولا هيضيف ليه بأي شكل من الأشكال تقلق في الدولة التركي وفرصة إنه هو يستعيد تقلقه يستعيد تقلقه يستعيده وهجه يستعيد مستوى لأنه بالتأكيد مهما كان اسم النني اللي بتبعب فيه كبير جداً ما دومت مش بتشارك فأنت بقيت تماماً عن الصورة اشتركوا في القناة